نروح لملف التموين واحد من الملفات والقطاعات اللي بتمس المواطن بشكل مباشر وبشكل يومي السلع اللي بتوفرها وزارة التموين إلى المواطن وعلى رأسها رغيف الخبز وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في توفير الدقيق الفاخر استخراجت 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفين والخبز الحر اللي هو الخبز السياحي على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات هي بتقدم طلب لمديريات التموين في المحافظات وبيلتزم وقتها المخبز السياحي بشراء الدقيق بسعر 10.000 جنيه للطن الوزارة كمان شددت على أنه تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة بحيث يكون سعر الرغيف الفينو لوزنه 40 جرام ما 75 قرش 60 جرام بجنيه والخبز السياحي اللي هو 75 جرام يكون بجنيه واحد وده مهم جدا أنه المخابز تحط الأسعار دي وتحددها كمان للمستهلك وحضرتك كمستهلك بقى عليك دور في الموضوع ده أن أنت تتأكد من أنه العيش اللي أنت بتشتريه مطابق للمواصفات أو مطابق للسعر الموجود وزنه كذا بكذا وما فيش منع أن أنت لو لقيت المخبز اللي أنت بتشتري منه مخالف أرجوك قم بالإبلاغ الفوري لأنه قد تكون أنت مش هفرق معاك قوي ربع جنيه نص جنيه لكن غيرك بيفرق معاه فلما نتحت كلنا ونقوم بهذا الدور المجتمعي ده شيء مهم جدا أن نساعد فيه الوزارة والجهات المعنية أن هي تقوم كمان بدورها الرقابي